اشتركوا في القناة الدرس الماضي ثبات المقاومة وحفاظها على الثوابت وعدم تسليمها الراية فما بدل التبديل الآن وقع حدث عظيم كان من آثار هذا الثبات في غزة أتدلون ما هو كنت أسمعه عبر قناة الأقصى أحد المذيعين يصرخ ويقول أتسلمون يا مليار وستمائة مليون تسلمون لإسرائيل تفعل بنا ما تشاء ثم يقول يا عرب وخاصة يا دول الطوق أتنظرون إلينا كيف نخذل وكيف نقتل وكيف يتآمر علينا وكيف فتياتنا تصرخ وكيف مستشفياتنا يعوزها أقل ما يمكن من ضروريات مستلزمات العلاج وتتركون إننا نخاف أن يأتي يوم يصيبكم ما يصيبنا فتستغيثنا كما نستغيث ولا يغذكم أحد وكنت أسمع إلى ذلك بتمع لأنه من خذل مسلما على رؤوس الأشهاد وكان بإمكاني أن ينصره إلا خذله الله يوم القيامة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد الله 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 فكان لهذا الثبات والصمود وهذا التقدم الهائل في كيفية المواجهة مع إسرائيل إلى درجة حقق ما يسمى بتوازن الردع فلم يعد إسرائيل مسألة دخولها إلى غزة سياحة كما كان من قبل أو كما كانت تفعل في حروب الساعات الستة مع الدول العربية إذا بهذا كان له أمر وتأثير كبير في ظهور الثورة العربية الثورة حدث الثورة بدأت من توريس كما تعرفون وسقط أحد أعداء المقاومة وأحد خدام الصهيين وأحد رافع راية العلمانية القبيحة الشديدة على العجاب على الدين وإذا بشين العابدين بن علي يفر إلى السعودية ويستغرب الناس كيف يمكن السعودية أن تستقبل هذا الذي كان عدوا للإسلام والمسلمين ثم ينتقل عدواها بعد ذلك إلى مصر وأسقط أحد الطغاة والفراعنة كان يسميه بنية من آل عاز الوزير البنية التحتية في إسرائيل يسميه الكنز الاستراتيجي لإسرائيل فسقط في أحداث 25 يناير ثم انتقلت بعد ذلك إلى اليمن ثم إلى ليبيا ثم إلى سوريا وتأمل الناس خيرا وإليكم إن شاء الله تبارك وتعالى خصائص هذه الثورة ثم ما الذي حققته هذا الحدث الكبير من خصائص هذه الثورة أن ثورة قام بها الشباب ثانيا أن الوسيلة التي اعتمدت هي ما كان يفتقده الشباب من قبل وهي مواقع التواصل الاجتماعي التي عوضت لهم عدم وجود إعلام لهم فالإعلام كان دائما هو إعلام رسمي ثالثا هي بإذن الله ثورة شعبية شاملة شارك فيها العلمانيون والإسلاميون والنصارى فهي للجميع رابعا كان متفق على مجموعة من المطالب اللي هي إن شاء الله أربعة اللي هي إن شاء الله تبارك وتعالى الكرامة العيش استقلال القرار السياسي والحرية والحرية إذن هذه الأمور الأربعة لم يكن يختلف عليها أحد بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الثورة كانت من جملة الأحداث الجديدة في العالم العربي التي لم يكن يتوقح أحد حينما قيل لبوشتا تمر إنك تفعل في العراق كل هذا لا تخشى من رأي عام عربي ينطفض ضدك وضد الحكام قال الرأي العام العربي خرافة هو عاطفي يصرخ في يوم ثم يعود هو لا يعمل وفقا من رؤيا ووفق استراتيجية ومشروع هكذا كانوا ينظرون إلينا فلما وقعت الثورة وخرج الشباب بصدورهم العارية يستقبلون الرصاص هناك غير الشعب العربي نظرة العالم إلى هذا الشعب فرأينا كيف أثر في مدريد ورأينا كيف خرجوا يقولون إرحل ورأيناهم في أوكرانيا يعملون ما عامل الشعب العربي ورأيناهم في أمريكا ورأيناهم في أوروبا فأصبح الشعب العربي ملهما حتى سميت الثورة المصرية ثورة معلمة أي معلمة لغيرها ثورة معلمة هذه الثورة صححت نظرة الغربيين للإسلام حيث كانوا يروجون دائما في إعلام أن المسلمون والإسلاميون لا يؤمنون إلا بالعنف هم يروجون هذا لتبغيض الناس وتنفير الأوروبيين من الإسلام لكن لما جاءت الثورة بطريق سلمية أزلحت هذه الفكرة وصححت هذه النظرة ووقعت السياسيين ورجال العسكر في أوروبا فيما طب كان لابد أن يبحثوا عن مخرج لا فكانت هذه الثورة نقلت الشعوب العربية في طريقة تغيير الأنظمة إلى حال جديد أولا تجاوزت ما يسمى ب نظرية الانقلابات العسكرية ما بقاش مش انقلاب شعب أراد أن يحصل على عمريته هي قمة قمة الوعي حينما يرتفع عي الأم إن الأمة إذا رأت الظالم ولم تقول له يا ظالم فقد تودع منها الثانية إنها تجاوزت ما يسمى بطريقة التغيير انتع القاعدة حتى هم اقتنعوا الثالثة تجاوزوا طريقة التغيير الخمينية خمينية ثورة شعبية والرابعة تجاوزوا طريقة التغيير الغربية ما معنى الطريقة الغربية العلمانية التي كانت تستند على مجموعة من أتباعها ومن بيادقها فتقدمهم وتقدمونهم الدعم إعلاميا وسياسيا وعسكريا ثم تحسن صورة هذا الرئيس عند العرب ويصبح رئيسا طبعا لأن الشعب مسكين لا إعلام لا ولا حتى العلماء الذين يمكنوا أن يقوموا بأي دور هم نائمون هذه النقطة الثالثة النقطة الثالثة وهي فارق هذا الحدث كان فعلا كحجرة غيرت الماء الراكد حركته بحيث فضحت المستور ما معنى ذلك لقد كانت الثورة فرقانا وضح أمورا كثيرة ما الذي وضح بينا لنا العالم الصادق مع العالم الخائن وفرقت بين الإعلام وفرقت بين الإعلام البلد ويحب له الخير وبين من يرطمى في أحضان العداء وش هاي كنا نحطرب بعض المفكيرين ما هو يسميهم الآن كنت أسمع لهم كثيرة لكن لما قامت الثورة وجدتهم يحرقون البخورة عند أعتاب المستبدين ويأخذون الدولارات ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا كان حدث الثورة العربية التي أخرجت نظاما جديدا إلا أنها أسقطت رؤوس الأنظمة ولم تسقط الأنظمة